مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم بعد ايطاليا المانيا وفرنسا تدخلن الخط بقوة مع الجزائر والسلمة في اسمانيا فكيف استغلوا الفرصة وسارعوا للجزائر ومواقف تاريخية لكن ماذا تخبئ الجزائر لاسبانيا في اخر لعدة بداية يبدو ان حلفاء الجزائر الفعليين ظهروا في وسط الازمة ابرزهم ايطاليا والمانيا اللتاني ابانت على مواقف مشرفة وتحفز بقية الاوروبيين لكي لا ينجر لما تدعو له اسمانيا ضد الجزائر هذه المرة مع المانيا التي دخلت الخط بقوة ورفضت الاستجابة لدعوات اسمانيا اذ رفضت اسمانيا الانجرار ورأى اسمانيا في ازمتها مع الجزائر خاصة وان المانيا لو وقفت مع اسمانيا ضد الجزائر فستضيع كل مصالحها وتحطم العلاقات التنائية كليا المانيا مدركة جيدا ولا تريد ان تتحمل لعب اخطاء حكومة اسمانيا ولم تضحي بعلاقتها مع الجزائر لعيون حكومة سانشيس وكخطوة جديدة من المانيا تؤكد موقفها الحياة بل حتى المائلة للجزائر هي ارسال عديد من الوفود رفعة المساوي للجزائر للاستمرار في دراس المفاوضات على عدة مشاريع خاصة في مجال الطاقة وهي التي ترى في الجزائر لحل السحر للتخلص من الغازة الروسي اين امضت اتفاقيات بالجملة مع الجزائر وبدورها الجزائر تبدل نفس القيمة مع من يحترمها ويستندها اتقابلت الجزائر بيع المانيا كمية ضخمة من الغازة وهناك استثمارات ضخمة ينصدر ان يتم دخلها لمساعدة الجزائر على تسريع عملية زيادة الانتر وكذا البنية تحتية لتسهيل ارساله الى المانيا وهذا على سبيل سرعة خاصة وان المانيا في ورعا مع غزالروس هذا وقال محللون المان صراحة وبوضوح ان المانيا لن تضحي بمشروع الطاقة المتجددة التي تورده بشدة من اجل عيون حكومة سانشيز الذي لا يلقى دعم حتى داخل حدود بلادها وقد ارسلت برلين بالفعل اشارة دعم الى الجزائر من خلال افادة نائب الزر الخارجي الالماني التي عاشت طفولتها بالجزائر ويقال انها من اشهد المدافعين عن الشعب الصحراوي ان المانيا اتخذت موقف مساند ومشرف مع الجزائر تماما كما فعلت ايطاليا مؤخرا تماما كما فعلت ايطاليا مؤخرا كما ذكرنا سابقا والان المفاجأة الغير متوقعة كانت من فرنسا التي دخلت الخطوة تحاول استغلال الازمة الجزائرية الاسبانية لمحاولة مغازلة الجزائر والتقرب منها عبر اصلاح ما يمكن اصلاحه لان هناك شبه مقطعة من الجزائر لفرنسا وهذا لان الجزائر كانت مؤخرا توجهة لحلفاء معينين لتخلص من الهيمنة الفرنسية لان فرنسا تعمل بمصالح احدية وتريد الحل من الجزائر فقط حتى بدون اظهار الاحترام الى درجة تقليل من الجزائر واستفززها سواء من طرف ماكرون والمحيطين به وبعد محاولة عديدة فاشل من ماكرون لمصالحة الجزائر لان الغضب عليه فقط كل شيء في الجزائر الان دخل الخطوة فرنسا تريد اخذ مكانة اسبانيا بالوقوف مع الجزائر في هذه المشكلة مع اسبانيا حيث ان فرنسا سارعت الى ضمأنة الجزائر فعندما اتصلت وزير خارجيتها بوزير خارجية الجزائر وهي اشارة من فرنسا انها لن ترتكب حماقات اخرى كما انها لا يمكن ان تتحمل وزر مسؤول دولة اخرى كما ان ماكرون ينتظر على احرى من الجمرة تحديد سلطة الجزائرية لموعد زيارته للجزائر وهو ما يتمنىه قريبا للاستفادة من الخلاف الحاصر بين الجزائر العاصمة ومدرين وبتالي استعادت قليلا من السوق التي ضاعت منه في الاشهر الاخيرة ولا يهمه ان كانت هذه السوق كانت سابقا لاسبانيا او لغيرها وما رأيكم في ذلك هذا ومن جهات اخرى اخبار اليوم سرع روسي الماني على الاراضي الجزائرية لكن كيف تفاعلت الجزائر معها ومروغتها بطريقة مميزة وهذا ما فعله الروس ردا على الالمان والخرجية تصنع الحدث في الصحف الاوروبية بداية يحسن مسترع الروسي الالماني على الاراضي الجزائرية من جهة المانيا التي غيرت خطتها وسرعت لشراء الغاز الجزائري بكميات ضخمة وباسعار كبيرة جدا المهم ان تنقذ نفسها من ورطة قطع الغاز الروسي عنها كما ذكرنا سابقا واستطاعت بالفعل في اقلع الجزائر وبدأت في المباحثة لتسهيل العملية وتعديها لمجالات اخرى وتعاونات كثيرة وبما ان روسيا تربطها علاقة مميزة وقوية مع الجزائر المباحثة الروسية الجزائرية لا تتوقف ردت فعل روسيا كانت في نفس سوقت لوجوء المانيا للجزائر لإيصال رسالة واضحة لالمانيا انها لتتمكن من كسر العلاقة مع الجزائر وستجد حتى روسيا في وجهها اينما ذهبوا وطبعا روسيا لم ولن تترد على قرار الجزائر الخاص ببيع كمياز اضافية ضخمة من الغاز لالمانيا على اطر الازمة التي لاحقت بها بسبب قطع الروس الغاز عنهم حيث دخلت روسيا الخط لابرام اتفاقيات وتعاونات جديدة مع الجزائر في مجال طاقة والمناجم وتسريع وثيرتها ان بوتين يرقب كل تحركات دول اوروبية للجزائر بدقة ويوجه مسؤول بلاده وستفير للحفاظ على الموقف الجزائري لكي لا تنحس الجزائر للطرف الاوروبي او على الاقل لكي لا تخلص اوروبا من ازمتها كليا التي طالتهم حول الطاقة بسبب الروس ان يريد على الاقل ان لا تتسرع الجزائر في بيع كمياز ضخمة بل البدء تدريجيا حتى لا تتقوى وتسعف الدول الاوروبية المعادية له سريعا وهذا ما ذكره ايضا العديد من المحللين روسيا لا يمكنها فرض على الجزائر عدم بيع الغاز لدول اوروبية لكن من جهة تستغل على قزها المميزة مع الجزائر وتعمل على حتى الجزائر ان تكون زيادة بيع الغاز لهم بالتدريج وبوزير بطيئة في عملية البيع وزيادة وهذا سيخدم روسيا لان الوقت لصالحها وتضغط عليهم اكتر هذا وبخصوص مسارعة سفير روسي للحوار مع الجزائر بتوجيه من بوتين والرسالة المشفرة لالمونيا والعديد من المسؤولين الذين ارسلهم بوتين للجزائر فقد استقبل وزير طاقة والمناجم محمد ارقل السفير الروسي وبحث معه علاقات تعاون وشاركة بين البلدين في مجال طاقة والمناجم شكرا اياه على استعداده وتواجده الدائم والجهور المبدولة في مهمته مركزين على الغاز وخطوة مناطمة اوبك والاسعر حاليا وعلى المدى المتوسط والطويل وكمية الانتاج هدوا من جهة اخرى اخبار اليوم المانيا تستنجد بالجزائر في وجه الخارج المدوية من الروس ولن تصدق عما حدث لهم وهذا ما فعله وردت فعل الجزائر بداية المانيا تغير خطتها مع الجزائر بشكل مستعجل واتراري فيما يخص امدادة الغاز وزيادة كميات شيرا خاصة مع تحرك المفاجئ من بوتين ضد المانيا لهذا قررت المانيا تعجيل في التعامل والتعاون مع الجزائر لانقاد ما يمكن انقاده من الصناع الالمانية حيث اعلنت روسيا انها على وشك قاطع امدادة الغاز الطبيعي لعمل شركة شيرل للطاقة الالمانية وقالت شركة غاز بروم عملاق طاقة الروسي الحكومي انها بدأت في الفعل وعلقت صادرة الغاز الطبيعي الى شركة شيرل لان الشركة فشلت في سدد المدفوعة بالعملة الروسية الروبيل ما احدث حالة صلمة لترجال اعمال الالمان الذين يعتبر وقف الغاز عليهم الكارثة العظمى وعدم قدرة مصانعهم على العمل والاستمرارية بمثل هذه الاجراءات لان الغاز ضروري جدا ولهذا كتفوا من ضغطهم على مسؤولي بلادهم للتعجيل في التعاون مع الدول التي يرون فيها بدين للغاز الروسي ولهم احسية طياز ضخمة وعلى رأسهم الجزائر التي ارسلت المانيا العديد من الوفود لها لاقناع المسؤولين في الجزائر لقبول بيعهم كميات اضافية من الغاز خاصة وان الجزائر اعلنت عن اكتشافات ضخمة وزيدة في الانتاج المانيا كانت قالت انها تعمل على شراء كميات ضخمة بالتدريج من الجزائر بحلول 1024 من اتفاقية مهمة وكادت توفر البنية التحتية لتجهيز كل الضروف لكن مع الادثة الجديدة والخرجة الروسية وجدت المانيا نفسها في ورطة ومدفوعة لتسريع في التعاون مع الجزائر وما يمكن ان يسهل المأمور يلان مع الانبو بالجزائر الذي يصل الى ايطاليا وقد تلجأ الجزائر لشراء واتحاد فيما بينهم لتذكر مجددا فان لا اذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الاعجاب والتعليق